بسم الله الرحمن الرحيم فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليالي وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقيا وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجانية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في السور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكتا واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وإن شقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ فمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بأمينه فيقول ها أمقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية كنوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام خالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابية يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مارية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام المسكين فليس له اليوم هنا حمين ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تفكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوثيم فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليكين فسبح باسم ربك العظيم وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحسرة على الكافرين